اشق البرازيليين لرقصة السامبا تجاوز اشقهم لكرة القدم عندما ادخلوها في لعبة كرة الريشة والتي يسعى من خلالها صاحب الفكرة الى جدب عدد كبير من البرازيليين للاشتراك في هذه اللعبة حيث ابتكر مدرب كرة الريشة البرازيلي سيبستيودي اولوفيرا طريقة جديدة لتعليم اللعبة للناشئين من خلال رقصة السامبا المشهورة وموسيقاها الجميلة والتي تدفع الحماسة للرياضيين واستثمار خفة وجمالية رقصة السامبا في اللعبة عندما رأيت شخصا يرقص السامبا على التلفزيون قلت في نفسي ان رقصة السامبا تساعد على حرق 200 سعر حرارية بالاضافة الى تحسين الليقة البدنية واضافة الابداع الى لعبتك وذلك عندما تفعل ذلك مع الاقاع والتنسيق واستأجر دي اولوفيرا بالتعاون مع مجموعة من اصدقائه صالة رياضية صغيرة في احد الاحياء الفقيرة في مدينة رياضي جنيرو اقام فيها مدرسته التي جمع فيها عددا كبير من الاطفال المشردين في الحي في محاولة لانقاذهم من عالم الجريمة والمخدرات ويقدم لها فرصة جديدة للحياة بشكل افضل ورغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مدرسة دي اولوفيرا الا انه حريص مع اصدقائه على توفير معظم الاحتياجات للابطال الصغار بما فيها الوجبات الغذائية ويشعر بالسعادة عندما يشاهد رقصات السامبا تطبق داخل اللعبة مما تضيف جمالية خاصة تفتح المجال لتكون احدى طرق اللعبة في كرة الريشة